كلنا واحد ضد فيروس كورونا هو الشعار الذي اتخذه الحاضرون في هذا الملتقى لمناقشة التداعيات الاقتصادية التي تعود سلبا على المواطن والتي حالت دون امتثاله بالطريقة الصحيحة في اتخاذ الخطوات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا كما تم التعريف بالوصم الذي يجعل الأغلبية تمتنعه عن الرأي العام كلما طال أمد الأزمة الناس أصبحت معاش عند التزام وهذا بسبب عدم وجود التعويضات الاقتصادية أو نظر للجوانب الاقتصادية مرض فيروس الكورونا يسبب فيه أضرار اجتماعية سواء كان من وصمة العار اللي يلحقها على المريض وما يتسبب له من أضرار اجتماعية في اللي تم طرده من العمل وفي اللي تم طرده من أماكن سكنهم وتعرضوا لضغط وصمة عار وتمييز من أجل خلق بيئة صحية نموذجية جاءت محاور الملتقى العلمي من جهات الاختصاص لتطوير القطاع الصحي بما يتماشى والتقنيات الحديثة في التعامل مع الأدوية والأغذية الصحية طبعا يأتي هذا الملتقى لدراسة ووضع معايير القياسية من ناحية استيراد الأدوية وطرق تداولها وتخزينها بما يطابق المواصفات والاشتراطات الصحية الواجب توفرها طبعا نتشاطر هذه المهام مع جهاز دات العلاقة من وزارة الصحة وجهاز المداد الطبي ومركز الوطن المكافحة الأمراض بما يصب في أمن وسلامة الغذاء والدواء للسادة المستالكين تطوير وتجديد وابتكار محاور جاءت في هذا الملتقى العلمي الصحي لدراسة المعايير والمواصفات في الخدمات الطبية ومتابعتها والاهتمام بها بالدرجة الأولى وسام الزواغي لقناة ليبيا بنوراما طارابولس